اشتركوا في القناة ونظره التنز الإيراني فوز ثالث للخضر على التولية الأول على أغندا والثاني أمام تنزانيا في تصفية كأس أمم إفريقيا والثالث أمام إيران بهنائية لهدف مواجهة ودية بالأراضي القطرية قبل البداية يصرني دائما نرحب بمحلل القناة مصطفى مزا أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك شيخ مصطفى ويسعدنا تواجهد اللعب الدولي السابق فيصل رحم أهلا وسهلا بك في بلاتو قناة الوطنية السلام عليكم وشكرا على الاستضافة شكرا جزيلا على تلبية الدعوة نرحب أيضا بالقدير فريد معطاوي أهلا وسهلا بك بك عباد أقول اليوم فقط 3 على 3 لبن الماضي وللخضر وأقول أيضا من عجز على البناء عليه أن يتجنب الاشتغال في الهدم أكيد فريد معطاوي الحصة اليوم ستكون شيقة بحضوري الضيوف بحضوري الضيوف إذن وقبل كل شيء لا يفوتنا أن نترحم على فقيد الكرة الجزائرية بلال بن حمودة الذي شيع الجمعة إلى مثوه الأخير بعد حادث مرور مميت تعرض له رفقة صديقه رحمهما الله بن حمودة كان أحد أفضل لعبي البطولة بن حمودة كان قريبا من الاحتراف بن حمودة كان قريبا أيضا من حفلي من إقامة حفلي زفافه بن حمودة كان خلوقا ومحبوبا من قبل أبناء حيه في حجوط والآن أصبح محبوبا الجماهير الجزائرية جميعها رحم الله فقيد الكرة الجزائرية بلال بن حمودة وخالص التعزي والمواسات لعائلة المرحوم قبل البداية مع الضيوف نتبع هذا التقرير الذي عاده الزميل زكري بن هباج ولا نعود شكرا 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 بلال كان أبرز لاعبي اتحاد العاصمة لكنه لم يعد كذلك لم ينتقل إلى ناد آخر لم يحترف مثل ما كان يتمنى بلال توفي بطريقة آلمت الجميع بلال كان أبرز لاعبي اتحاد العاصمة لكنه لم يعد كذلك شكرا إن الله وإن إليه رجعون شكرا لزميل زكري بن هباج على هذا التقرير مصطفى مزى كلمة عن الفقيد الله ما أعطاه لله ما أخذ ربه رحمه يوسع عليه ويزق له الصبر والسلوان بلال كان لعب نموذج تعال لاعب جزائري لحب يوصل حبي ينجح خاصة وأنه خريج من مدرسة حجوت لاعب مميز لو نتكلم على إمكانيات اللعب لاعب اللي كان عنده مشوار كبير أني قدر الله ما شاف على ربي سبحانه وكتب له يموت في ذاك المكان في ذاك التاريخ في ذاك الساعة في ذاك الدقيقة ونتمنى نعزيه لعائلة اتحاد العاصمة والكرة الجزائرية بصفة عامة لأنه تصور أنه لعب بلال عمره ما سجل ضرب الجازة عمره ما حاوله ينفذ ضرب الجازة يعني جال النهار وينسجل ضرب الجازة وبعدها توفى كما قال إن لله إنا يرجعون إن شاء الله أتمنى الأهل تاو إن شاء الله تصبر لأنه صحيح أنه كانت فاجعة كبيرة بالنسبة للعائلة بالنسبة للأهل تاو بالنسبة للأحباب تاو بالنسبة لزملاء تاو في الفريق بالنسبة لزملاء تاو في الفريق الوطني أقول كذلك زميله كان اللي كان معه في السيارة واتيت واتيت نتمنى له إن شاء الله كذلك الرحمة والمغفرة وإن شاء الله ربي صبر أهل وتانيت إن شاء الله مصطفى مصطفى فيصل الرحم تابعت مشوار هذا اللاعب قبل أيام فقط كان يحتفل مع زملائه في المنتخب الوطني بهدفه في شباك الكونغو اليوم هو في دار الحق كلمة عن الفقي نتمنى الرحمن إن شاء الله أنة بيلل دائما اللي كان لفتح في النسبة إذا كنت قد اعذي أن المواقع للم تلاقي فقط واحدة هي مصطفى لفتح في النسبة للجيسة أعتقد أننا نتمنى للرحمة ونقول أن هذا مكتوب مكتوب الله ونتمنى الأهل تتعود الصبر والسلوان إن شاء الله بلاله في الجنة إن شاء الله فيصل رحم فرد مطاوي أنت من بين القلاء الذين يحبون اللاعب الخلوق والمحافظ على قيمه كلاعب محترف بلال كان كذلك والدليل كان قريبا من الاحتراف هذا الصيف العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله الفرحمة على هذا اللاعب الخلوق أنا عماد منذ أن حلت هذه الفاجعة وأنا استمع لكل شهادات سواء اللاعبين أو المناصرين أو أبناء الحي كل هؤلاء لم يتفوهوا ولا بكلمة إلا يشكرون هذا المرحوم بإذن الله بن حمود بلال ربما كان مثال حي لذلك اللاعب المثابر والذي كان يريد الذهب بعيدا في مسيرته ليس كلاعب وأيضا كإنسان خلوق هذا ما توقف عنده الكثير اليوم حقيقة هي فاجعة وهي صدمة كبيرة للوسط الكروي ولاتحاد العاصمة وللمنتخب الوطني للمحليين وأيضا لعائلته أنا ما أحزنني كثيرا صورة الوالد وأتخيل الوالدة كيف تعيش هذه اللحظات والإخوة يعني هي مصيبة مثلما وصفها ديننا الحنيف أنا أطلب من كل مناصري الاتحاد ومناصري كرة القدم عامة والرياضة عندما يتذكرون أو يشاهدون أي فيديو لهذا اللاعب أن يترحموا عليه لأن بلال ما أحوج بلال اليوم إلى دعائنا في دار الحق أتوقف أيضا عند اللفتة الطيبة التي قام بها اليوم ربما الناخب الوطني والمنتخب ككل لأنها سابقة في تاريخ المنتخب الوطني رأينا دخول اللاعبين بقمصان تحمل صورة هذا اللاعب وهذا دليل آخر على أن الرياضة تجمع ولا تفرق الرياضة تبارك للذين يتمتعون بأخلاق بلال بن حمودة وأتمنى فقط من مسيري اتحاد العاصمة أن يتذكروا هذا اللاعب ولا ينسوا عائلته لأننا نحتسبه شهيد للظروف التي توفي فيها أنا أقول مرة أخرى وأختم كلامي بالدعاء بالرحمة لبلال بن حمودة ألف رحمة عليه إن شاء الله فريد مطاوي مصطفى مزا نتحدث عن ظاهرة في هذا الوقت بذات عمت في الملعب الجزائرية وهي ظاهرة سب أمهات اللاعبين بلال اليوم بجواري ربه وغادا لعب آخر أو حتى حارس مرمى الذي يعاني كثيرا من هذه الظاهرة الدخيلة على كرة القدم الجزائرية الله كم من مرات يدد على هذا الممارسات خاصة في الملعب الجزائرية يعني لو تقيم مباراة في كرة القدم طيلة تسعين دقيقة ربما لاكشح تشوف كرة القدم لاكشح تسمع إلا سب الأمهات والأباء والإخوة وكل عائلة اللاعبين لأنه لو تكلمني على اللاعبين هما اللاعبين مثل اللاعبين متفرجين لا مثل متفرجين ولا مثل اللاعبين ولا حتى مثل الحكام إذا نقول أن الظاهرة هذه من المفروض يعني تخرج من كرة القدم الجزائرية وتخرج من الملعبين لأنه أصبحت ظاهرة عمة كل رياضات كل رياضات أقول كرة اليد كرة السلة كرة المضرب يعني تشوف الأشياء هذه من المفروض أن الرياضة بصفة عامة تربي من المفروض هي تجمع لكن شفناها اليوم أصبحت تفرق أكثر من ما تجمع لهذا أقول مرة أخرى اليوم الأمهات مثل عزاز على المناصرين هما كذلك اللاعبين ولا المدربين ولا الصحفيين ولا الإعلاميين ولا كل الفاعلين في كرة القدم والديهم وخوتهم وعيلة ثم عزاز كذلك لهذا نظلنا ونتمنى أن كل هذه الظاهرة هذه يعني تمحى من أفواه كل هذه المناصرين لأنه هنا أولا وقبل كل شيء مسلمين من المفروض أن مباراة كرة القدم فيها فايز فيها خاصر فيها صحيح أنه على بنا كل ما يحدث في كرة القدم لكن نظل أنه لما توصل إلى الأمهات لا تعتقد أنه من المفروض أن هذه الظاهرة تمسح نهائيا من كرة القدم صحيحة مصطفى مزا فيصل رحم كلاعب سابق ما هي الرسالة التي توجهها للجماهير الجزائرية من خلال ظاهرة تسب الأمهات في الملعب بالنسبة لي هذه الظاهرة هذه ظاهرة خطيرة لأنه ما هيش وليدة البارح أو عندها مدة أنا ديجا في كرة القدم أكيد أنت عايشت عايشناها وكالي قبلنا لي عايشت عن ظروف كما هذه اللحك تتكلم عليها أنا أطلب ملجمهول الجزائرية يعني يتحلى مش بالروح الرياضية يتحلى بالأدب لأن هذا أدب تتأدب باش تقدر ما تقولش كلام كما هك تتأدب لأن الكرة القدم ما رايش حنا اللعبين حنا اللعبين صيفتي اللعب سابق ولمصطفى ولمنبورت كالجور هنفى بايكس بري باش نديروا حاجات زعمها او تتجي تديران كنترول يموفي كنترول ولا تلحق اللي بو تتراطي باش يجي واحد مني يقول لك كلام ماش يمليح ولا يسيب لك يمك ولا يجبد لك العائلة تاعك سي أنا وش نقول هذو هذي ظاهرة باش تنحى يلزم هذي ظاهرة اجتماعية ما يش ظاهرة غياضية لأن المجتمع تاعنا ما زال ملحق لناش لها ذاك التربية باش نترباو باش كمام دوك في الزنقة كي تمشي في الزنقة تسمع كلام ماش يمليح دوك داخل السطاد راح تسمع بير وشك تسمع في برا احنا نطلبوا منهم أن الناس تربيوا لادها كي من الصغر على الكلام الطيب الكلام الطيب وكلام اللي ما تجرحش به الناس وكلام اللي كي تقولوا الواحد يزيد يطلع له من المثيقة تاعه واسمه لأن اللاعب كي تسبو راح يزيد يعود راح تتبا حلو تتبا حلو وقع المقابلة وما بلا كي اللي يحبسوا الكارير تاحهم على جل على جل كلام باذيء هذا الفوميو كي ما يقول لك احنا مسلمين كي ما قال الشيخ مصطافى هذا كلام ماشي تاعنا ماوش تاعما واحد مسلم واحد كي ما يقول لك ابن عائلة ومتربي نطلبوا منهم احنا يشدوا كي ما يقول لك الواسم النفس تاحهم يضبطوا نفس تاحهم ويضبطوا كلام تاحهم هذا ما كان صحيح فريد مطاوي متى نطعذ متى تتوقف مثل هذه المظاهر الدخيلة على كرة القدم وما هي رسالتك للجماهر الجزائرية شوف عماد نحن وضعنا على طاولة النقاش موضوع حضاري يتعلق بتقاليد ومجتمع عريق وينتمي إلى الأمة الإسلامية ما هي الشرارة التي دفعتنا لفتح هذا النقاش هو المرحوم بلال بن حمودة أنا أظن بأن حتى هذا النقاش هو صدقة جارية لهذا اللاعب الخلوق أنا عندما فتح الموضوع مصطفى أنا أتوقف على وجه الخصوص عند حراس المرمى حراس المرمى لدينا من التقاليد السلبية التي اكتسبناها في الملاعب الجزائرية أنه عندما يأتي لتنفيذ يعني ستة أنطار يسمع ما لا ما لا يرضي أي أحد عاقل على وجه الأرض على 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 هذه الجماهير أن تتذكر وهي تحاول أن تتفوه بأي كلمة فيها سباب أو شتيمة أن تتذكر هذا اللاعب الخلوق الذي اليوم ليس بيننا هو اليوم في الدار الأخرى كل لاعب معرض ولدينا كثير من الأمثلة هناك بعض اللاعبين من توفوا على البساط مثل كاسمي وبن ميلودي الكثير من اللاعبين لذلك على المدرجات أيضا أن ترقى إلى ما هو حضاري تتأتي للمناصرة وعندما يعني تجد فريقها لا يؤدي بتلك الصورة التي قد تروق له عليه بإما مغادرة المدرجات أو إدارة ظهر إلى أرضية الملعب حتى نكتسب ونورث للأجيال القادمة تقاليد إيجابية ليس في كرة القدم لأن كرة القدم ما هي إلا مهماز للذهاب في التربية إلى الأحسن علينا أن نكون أيضا في مستوى ديننا لا أكثر ولا أقل لأننا مسلمون قبل كل شيء علينا أن نعطي صورة حضارية لهذا الدين الذي نمثله لا أكثر ولا أقل صحيح فريد مطاوي طبعا نتمنى أن تتوقف مثل هذه المظاهر التي لا تموت بكرة القدم بأي صيلة نترح مجددا على فقيد الكرة الجزائرية بلال بن حمود ونسأل الله عز وجل أن يلهم ذويه جميلة الصبر والسلوان ننتقل الآن للحديث عن المنتخب الوطني وعن الفوز المحقق على إيران مصطفى مزا تقييمك لمستوى المنتخب وما رأيك في النتيجة المحققة أمام منتخب إيراني مونديالي منظم أولا نتخلنا في الجزء الثاني تاعم المباراة دون هزيمة ثلث أرات منتخب الوطني يفوز في كأس ومم إفريقيا في تصفيات كأس ومم إفريقيا ثم في مباراة ذو يسموها مباراة تحضيرية نقول أنه هذا الفوز سوف يدعم معنويات اللاعبين سوف يدعم معنويات المجموعة يدعم حتى الجماهير تنتظر كيف تكون ردة فعل في هذا المنتخب هذا خاصة أمام منتخب مونديالي أقول كذلك مرة أخرى أنه المنتخب الإيراني مروج بالمنتخب السهل المنتخب في سنتين أعتقد أنه لم يخسر كثيرا خصيرا أعتقد مرتين أو ثلاث مرات في هذا سنتين ما تلقاش أهدف كثير منتخب اللي عنده لعبين يشتفي بطولة في المستوى بطولة الألمانية متر اللعب عزمون اللي يلعب في بايان ليفركوزن كذلك طارمي اللي يلعب في أفسي بورتو يعني اللعب أيضا في لعب فينورد روتردان كاين في فينورد كاين في كرواتيا يعني عنده لعبين مميزين حقيقة لكن لما تشوف المنتخب الوطني وتشوف طريقة ليلعب بها لم يترك المجال لهذا اللاعبين بشي برزوا حقيقة أنه المنتخب الوطني داخل بتشكيلة ليسموها بعض تشكيلة تانية أنا لا أقول تشكيلة تانية أنه اللاعب ليفرض نفسه واللعب لا حيبقى أكيد ضمن تشكيلة الأساسية أكيد أنه هناك نوات للفريق لكن نظل أنه لما تشوف المنتخب الوطني اليوم بن عياد بكذلك عمورة بكذلك وسط ميدان لبن ناصر يعني اللعب تبات في المستوى تبات في المردود دخول زروقي كذلك إضافة جديدة محور دفاع متكون من اللاعبين ترجي تونسي طوقاي وكذلك بدران نعم حتى اللعب للعب على الجهة اليسرى لعب طوبة حطان مردود في المستوى حقيقة اليوم نقول أنه ربما اللاعبين خلقوا مشاكل الجامل بالماضي لأنه جامل بالماضي رح يحير التشكيلة الأساسية إلا يحتكون في المباراة القادمة ولو أنه بعض الشيء الصورة اتضحت عن مردود بعض اللاعبين ولا مستوى بعض اللاعبين أنا أعتقد أنه الفوز أمام منتخب بوندياري يزيد يدعم أكثر تقال الفريق يزيد يعطي أكثر عزيمة للفريق والفريق يبدأ مرحلة جديدة بدناميكية إيجابية بثلاث مرات يفوز على منتخبات لا بس بأني أعتقد أنه الحمد لله اليوم المنتخب الوطني بجمال بالماضي بطريقة أخرى في طريق صحيح صحيح مصطفى مزافي صلى الله عليه وسلم تبعت اللقاء كيف وجدت هذا المنتخب كتقني هل لمست بعض التطور مقارنة باللقاء أوغندا أوتنزانيا بطريقة بالمشاك لقد كنت معي كان لديه وخبرت كان لديه لفريق 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 لديه كان لديه ليس آخر لأنه لديه انتظار لديه في المدينة من الكاميرون لديه يتنقى لفريق لفريق لديه لديه إذا كنت أخذت لكي 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 أخ تتحدث عن تشكيلة الأساسية؟ تشكيلة الأساسية، راي فيها غازال، فيها... يتحدث عن تشكيلة الأساسية عندما يدخل بها اليوم، راي تشكيلة كما يقول لك راجونية على 100% نقول له 90% تشبيع بالفريق أنا ما كنت نسنا في الأداء هذا اللي كان اليوم، ما كنت نسنا فيه لأنه فريق تبدل، بتصح بدلنا كأن اللعبين مجاوش تبدل وزيد، تبدل نقوله أنا بالنسبة لي هذا فريق ثالث للفريق الوطني صحيح صحيح لأنه الفريق هذا صغير، لعبين صغار، ولعبين في البطولة الجزائرية هذا اللي زيد يحفز اللعبين اللي يراموا في البطولة الجزائرية يشوفوا هذو اللعبين باش يعملوا ويخدموا كما هما فريق اليوم إكسترا أوردينار جديد الله لك فülوا هذين أغض coordinate كما لنا فعلنا بس شئ مغل العوام كما نحض pause في البلاد من الجسام سيصال هذا هو بالماضي أنا عرفه بالماضي أنا جامي كما يقول لك أنا بالنسبة لي أنا في رسمه أنا عمري مشكيت في القدرات المدرب هذا يعني بلي راح يمتقعوش عنده وراح يديرنا فريق لنقدروا نشوفه في القلمة إن شاء الله أكيد فيصل راح أما المباراة كان فرصة لمنح الفرصة أيضا للعبين الجدد سنوصل للحديث عن هذه المواجهة لكن بعد الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا موسيقى أهلا بكم مجددان المشاهدين في الجزء الثاني من البرنامج فارد معطاوي ما هي طبعتك الأولى بخصوص المواجهة شوف أولا مصطفى منذ قليل قال لك سلسلة لا هزيمة الجديدة انطلقت أنا أصحح سلسلة لا هزيمة ولا تعادل هذه ثلاث مبارايات بثلاث انتصارات هذا هو لن ثانيا أريد أن أكون ممنهج فقط في جوبتي أنا بيودي أن أعود إلى مباراة تنزانية قبل أن أصل إلى مباراة إيران لأن البعض يا عماد يريد أن يملي علينا ورقة طريق الحصة ورقة طريق الحصة نحن التي ننجزها وليس غيرنا نحن الذين نختار مضمون هذه الحصة أنا أقول أولا بالنسبة للذين كانوا يستشهدون بالإعلام الفرنسي في حادثة محرز الإعلام الفرنسي المتخصص وهي مجلة لؤونز قامت بتنقيط اللاعبين الذين أدوا مباراة طنزانيا عندما قلت لك في المرة السابقة بأن الكمبيوتر يضحف كل ما تراه العين البشرية المجردة في أي مباراة أنا لم أخطئ لماذا؟ كلنا تحدث على بن سبعيني على أنه أدى مباراة لم تكن في المستوى بن سبعيني حسب مجلة لؤونز المتخصصة كان أحسن لاعب جزائري في مباراة طنزانيا بسبعة فاصل خمسة من عشر وزروقي الذي يتحدث عليه الكثير كان أحسن رابع تنقيط في المنتخب الوطني بعد بن سبعيني سبعة فاصل خمسة كان مندي هذا اللاعب الذي لا نتحدث عليه كثيرا منذ أن التحق بالمنتخب الوطني لا نتحدث عليه من الجانب السلبي من الجانب السلبي طبعا لذلك مندي كان ثاني أحسن لاعب في مباراة طنزانيا بسبعة من عشر يليه بلحي بستة فاصل خمسة هذا الحارس الذي قالوا لنا بأنه تقدم في السن كان ثالث أحسن تنقيط في مباراة طنزانيا ويليه زروقي بستة من عشر أي أن زروقي أدى ما عليه في تلك المباراة لنسكت تلك الأفواه التي لا تتحدث بالمعطيات العلمية في أي مباراة لذلك أنا أقول مرة أخرى علينا أيضا أن نتوقف عدة تصريحات بولسن الدنماركي مدرب طنزانيا الذي أشاد كثيرا بالمنتخب الوطني وقال بصريح العبارة من الصعب على أي منتخب إفريقي أن يجابه هذا المنتخب هذا بولسن المنافس المباشر لبلماضي عمراني المدرب الكفؤ والذي يمتلك باع في عالم التدريب في الجزائر وهناك أيضا الإعلام المصري المتخصص كل هؤلاء أقول لهم من هذا المنبر كفاكم شيطا لبلماضي بولسن يبدو أنه من الذين يشيطون لبلماضي هذا الدنماركي الذي لا يعرف ربما هذا المصطلح عودة إلى مباراة اليوم لقد طالبوا بالماضي بالتغيير غير لقد طالبوا بالماضي بضخ دماء جديدة ضخ الدماء ليس جديدة في الجسم بل حتى في العروق لم نجد اليوم في تشكيلة بالماضي إلا بالناصر المتحصل على كأس إفريقيا مثل ما قال رحيم منذ قليل لقد غير الرجل تسعة وتسعين بالمئة من هذا المنتخب ومع من؟ لنقدم هذا المنتخب الإيراني للذين يجهلون من هو منتخب إيران سنبدأ بأول معلومة يحتل المرتبة الواحدة والعشرين عالمياً طيب أضيف لك بعض المعلومات المنتخب الإيراني يحتل مثل ما قلت الرتبة الواحدة والعشرون المنتخب الإيراني هو أحسن منتخب أسياوي في ترتيب الفيفا يعني على رأس المنتخبات الأسياوية المنتخب الإيراني لم ينهزم مع المنتخبات العربية إلا مع رديف الجزائر اليوم المنتخب الإيراني دخل بالتشكيلة الأساسية مصطفى توقف عند بعض اللاعبين أنا أيضاً أتوقف عند بعض الأسماء التي المنتخب الإيراني أيضاً خسر مباراة وحدة في ظرف عامين مع جنوب مع كوريا بعدما تأهل منتخب إيران أيضاً كان أول متأهل إلى كأس العالم منتخب إيران أيضاً يعني تبارينا معه في التاريخ أربع مرات وديتين كانت الأولى لهم والثانية لهم آخر مباراة ودية كانت تحت إمارة ماجر التي انهزمنا فيها بهدفين مقابل هدف واحد وانتقينا أيضاً مع إيران في مبارتين شبه رسميتين في البطولة الأفروسيوية تحت إمارة القدير والمرحوم الفرحمة عليها عبد الحميد كرمالي انهزمنا اثنين مقابل هدف في طهران وفزنا هنا في خمسة جوليا بهدف مقابل سفر وإن لم تخل الذاكرة مصطفى ربما يصحح لي كان هدف العزيزي لاعب ملودية العاصمة ورفعنا الكأس الأفروسيوية مع هذا المنتخب أي لحد الآن يا عماد أضيف لك معلومة أخرى هي للأسف الشديد وللأسف الشديد وللأسف الشديد في صالح بالماضي لماذا؟ لأن كل المباريات السابقة كنا متعادلين في المباريات مع إيران لأول مرة نفوز في خمس مباريات يصبح لدينا ثلاث مباريات لصالح الجزائر ومبارتين لإيران تماما مثل ما قالوا على مباراة طنزانيا بأننا فوزنا مع غوركيف ومع ليلوزيج بالسباعية والخمسية وأنا أقول وأرد على هؤلاء بأننا مع طنزانيا فوزنا لأول مرة في دار السلام لم نفوز لا مع غوركيف ولا مع ليلوزيج هذه هي الحقائق والأرقام التي يجب أن نصرح بها من هذا البلاطو لا لشيء سوى لتعديل كفة التحليل على هذا المنتخب ولا هذا الناخب لا يجب أن نتوقف عند كل السلبيات بل يجب أيضا أن نستحضر الإيجابيات ونبني عليها اليوم منتخب بالماضي كان مشكل من شباب مثل ما قال رحم لم معدل العمر لم يتعدى 24 أو 25 سنة رغم ذلك لاحظنا شخصية حاضرة في الميدان بلاعبين تقمصوا لأول مرة هذا القميص الخضر رغم ذلك لم نشاهد الفرق بين منتخب مونديالي حضر بنجومه وأغلبية اللاعبين يا عماد ينشطون في أوروبا وكنا في السابق عندما تحدث على إيران نتوقف عند علي الدائي اليوم نتوقف عند لاعب يلعب في ليفر كروزن نتوقف عند لاعب يلعب في بورتو نتوقف عند لاعب يلعب في إيفارتون نتوقف عند لاعب يلعب في كورتري قادما من بوافستا نتوقف عند لاعب سجل 40 هدف يعني ما يعادل سليماني عندنا في الخضر هذا منتخب قوي دخل بالتشكيل الأساسي وانهزم مع الخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف عمورة أضافة ثاني واكتشفنا اليوم عند الذين يتحدثون على أننا نسجل بالمدافعين اليوم سجلنا هدفين برأسي حربة هذه من الإيجابيات التي يجب أن نتوقف عندها بديلين أيضا اكتشفنا حالس مرمى يبدو أن فيه الكثير من المعطيات ما يجعله خليفة أمثل لمبولحي اكتشفنا الكثير من الأمور أضيف لك نقطة وأختم اليوم لعبنا بوسط دفاع مشكل من لاعبين يلعبان في فريق واحد للأسف الشديد يلعب في الترجي التونسي ولا يلعب لا في الملودية ولا في الاتحاد ولا في الوفاق ولا في الشباب هذه من النقاط الضعيفة التي يواجهها بالماضي كان من الأشدر أن نجد طوقاي وبدران يلعبان في فريق جزائري لأن الإنسجام بين هذين المركزين يتطلبه كثيرا بالماضي لو كان الأمر في فريق جزائري لا سهل عليه الأمر لكن اللاعبان يلعبان في الترجي التونسي للأسف الشديد صحيح فريد مع الطاوي مصطفى ماذا تبهت؟ نحية الفنية حتى تشوفوا الأهداف كيف تجيله من المنتخب الوطني كان عامل كبير من ناحية تاكتيكية كان ضغط متوسط في كرة بن عياد لما هو استرجع الكرة من لاعب بالخطأ من لاعب المنتخب الإيراني وتمكن أن رأيتنا أنه يسجل الهدف الأول ثم الهدف الثاني كان ضغط عالي على مدافعي المحوري خاصة المحوريين تعالى منتخب الإيراني تمكن أنه يسترجع الكرة بالخطأ بالليل يحاول يمررها إلى اللعب عمورات بكر كذلك عمورة أنه يرفع الكرة والولو بالقليل ويسجل الهدف الثاني يعني عمل من ناحية تاكتيكية وفي الضغط عالي والحرارة اللي كانت فيها تلك الدقيقة أو تلك الساعة في توقيت المباراة تعقيت أنه كانت حرارة عالية حتى الرطوبة كانت عالية يعني تشوف أنه اللعبين من ناحية الدهنية كانوا حاضرين من ناحية البدانية كانوا حاضرين حتى من ناحية الفعالية لأنه كرة القدم اليوم هي أهداف هي فعالية اليوم المنتخب الوطني بالرغم أن يقولوا مكاش مهاجمين مكاش اليوم اكتشفنا لعب رياض بن عياد لي عائد من بعيد عائد من إصابة ناشد نبيه كثيرا في الحصص عائد رياض بن عياد من إصابة الموسم الماضي استرجع القوة تعوى حسن أمام المرمى يسجل أهداف في كأس رابطة أبطال إفريقيا ثم اللعب عمورة بالرغم من كل ما قيل على اللاعب في كأس رابطة أبطال إفريقيا أنه اللعب غير مرغو فيه لكن الناخب الوطني جمال بالماضي سمح لهذا اللعب لأنه كان مأمن بهذا اللعب لأنه لو مكاش مأمن باللعب هذا ما كانش يستدعيه باتاتا ضيف إلى ذلك سجل وعنق مدربة مرة أخرى ضيف إلى ذلك هذا اعتراف هذا اعتراف عمورة اعتراف بالليلي اعتراف بوجاح اعتراف بالعمري اعتراف اللاعبين المحليين لماذا اللاعبين المحليين؟ لأنه داركين اللاعبين المحليين مهمشين هنا في الجزائر صحيح المذربين والناخبين اللي يمروا على المنتخب الوطني كانوا دائما يهمشوا اللاعب المهلي لأعتقد أنه لما تكلمني من ناحية التاكتيكية أعتقد أنه اليوم كان حضور كلي للمنتخب الوطني حضور فني حضور تاكتيكي حضور بدني وحضور دهني خلانا أن ننفوز على منتخب اللي رح يشارك في مونديال من بين أحسن المنتخبات في قارة أسيا وإلا هو الأحسن لعبين مميزين في البطولات الأوروبية عزمون تصور أنه مسجل عشر أهداف في تصفية كأس العالم أقول أنه هذا المنتخبات عنده ميزات عنده لعبين ممتازين لكن قل لك أنه المنتخب الوطني هو لمخلاش المنافسة لعب هو لكن دائما يفرد ضغط على وسط ميدان ضغط على الدفاع باش يسترجع الكرة في وقت وجيز جدا يعني تشوف أنه الفريق عمل في تربس أصغير خاصة من ناحية التاكتيكية وتمكننا أنه نفوز على منتخب اللي كانوا يتصوروا أنه راح يعني يمر علينا مرور كيران في هذه المباراة واليوم المنتخب برهن على إمكانياته برهن أنه الناخب الوطني عنده مرحلة أخرى راح يمر عليها ونتمنى أنه المنتخب الوطني يزيد ما أكثر لأنه يقدر بالناخب الوطني وبي إرادة هذا الناخب الوطني وبي كذلك تفكير هذا المنتخب الوطني باش يمشي به إلى أبعد حدف المنافسة الله يا مصطفى مازا خصار على عدم رؤية جمال بالماضي وهذا المنتخب في المونديال مقارنة بمنتخب إيراني مشارك في المونديال ويخسر بثنائية أمام منتخب جزائري سيغيب عن هذا المونديال أنا فريد ولا تتذكر في قبل مرة أن المنتخب الوطني لما قلنا أنه من المفروض يكون من بين المنتخبات اللي راح تشارك في المونديال الناس لم تنقل أقعدوا أتكلموا أبقى وأتكلموا المنتخبات اللي راحت رأي العالم تحارى وطالع في القطر لكن أقول أقول لما يعترفوا مدربين لما يعترفوا إعلاميين كبار لما يعترفوا كذلك مدربين كبار على المستوى العالمي يقولوا أنه عيب أنه هذا المنتخب هذا ماشي موجود في كاس العالم ينادي اعتراف يخليك أنه تزيد تعمل باشتعاود تفرض وجودك في المنافسة اللي رام جايين المنتخب الوطني أي عيماد المنتخب الوطني أقول وأوكرر والله ما خرج رياضين والله ما خرج من كاس العالم رياضين وأقول وأوكررها والتاريخ ورح يشهد ورح يشهد التاريخ بأننا وش رانا نقوله صح لا أضيف لك شيء بارك عيماد لما تكلم جمال بالماضي على المنتخبات الإفريقية المتآهلة إلى المونديال وقال بأن وعظمها فزن عليها أضاف اليوم ضحية أخرى إيران منتخب مونديالي فزن عليه وأين في قطر التي سوف تحتضل كاس العالم للتصحيح فقط عيماد حتى نصحيح يعني لنفسي وللمشاهدين ولا نعطيهم معلومات خاطئة نتحدث على لاعب قلت في إيفيرتون لا هو الجناح علي رضا يلعب في برايتون الأنجليزي مهدي طاريمي مثل ما قال مصطفى في بورتو رأس الحربة ساردر أزمون يلعب في باير ليفر كروزن وسجل أربعين هدف والحارس علي رضا يلعب في أنتويرب وقادما من بويافستا هذه هي إيران المنديالية التي فاز عليها بالماضي أيضا اليوم سيقولون منتخب ضعيف فارد مطاوي فيصل رحم الجميع يتحدث عن عدم تعامل بالماضي جيدا مع الأسماء الجديدة وكأننا أصبحنا جميع المدربين ونملك حق التدخل في شؤون تقنيين وحتى المدربين أنت كمدرب كيف تقيم طريقة عمل بالماضي مع اللعبين الجدد أنا دخل يبحث عنه بالمعول والشعب الضابع والشعور التي يركز الناس ولكن من تقنيين المحدود أنت بالأسابع من الأسماء الجديدة لا تتحدث عنه ما هي السابقة لأساس الجديدة لدي Dengan المشيط يتحدث عنه كما أن يتحدث عنه لديها جديد وانتك لديها لديها رحمت تقنيين في هذيك القروب شدتو اليكيب فتوها قاع راحت الفريق راح مبولح يحاوزوه قال قد حيوه كبر محرز ماش لاعب لي يقدر تليلعب في الفريق الوطني فغولي كبير سليماني ماش لاعب كورت قادم مناصر في الدكا وكانوا يلاعبين مكاش وكانوا يلاعبوا في تيتيولار ماندي كان على وشك الاعتزال في الفريق الوطني شفنا شفنا المدربين جزوا فتو الفريق الوطني فتوهنا بالنسبة لي تشدت هذيك الفريق جافة جافة الفالي كي جي بارك بالماضي اموى ولا مانبا اموى اموى الى في اين جروب الى كونستروي خدم فريق حتى الان انا انا مؤكد لك لو يغادر بالماضي من الفريق الوطني هادا الجروب هادا يجي مدرب واحد اخر راح يفتت هادا الفريق انا بالنسبة لي انا منا عارش بالماضي اموى كيفاش خدم هذا الفريق ستان طريق تارون كاي ما قول لك اموى عامل ممنهج ممنهج هو الكلام الكثير ميتكلمش قدام الناس ميتكلمع الفريق تاعه يتكلمع اللاعبين تاعه ويتكلم انديفيدويل لأنه عندما يرون المدارسين الذين يدخلون اليوم بنعيات وعلى مورا يذهبون إلى المدارسين ويعينقون المدارسين بعد الأهداف اللي يماركوها لأنه كان رسالة وكان عمل هي رسالة احنا نفهمها لا بيانشور يفهمها غير التكنيسية من براد والناس كان تكنيسية ويدرها بالعالي ما يحب ما يفهمش يحب ما يفهمش هذا الوسموه ما يفهمهاش يدرها وسموه يقول لك باللي جاست بركرك عادي عادي لاعب يروح لا ماشي عادي لاعب يسجل هدف يجي يوسم على المدارب بتاعه يعنق المدارب بتاعه واللاعب كان احتياطي والماتش اللي قبله مركبه ومجرد احتراف من قبل اللاعب على الفترة التي تحصلها عمورا عمورا واحد تشوف يقول لك باللي دخلو بس يفعليه باش لعبوه باش او يماركي نو عمورا وكان جا مدارب واحد اخر لا ما يدخلوه ما يجيبوش لا يجيبوش لا يلعبش عمورا احنا نشوف احنا اللي سيلكسيونان نعافوه يشوف الفيزيك تاع اللاعب يشوف الميتافورم تاعه كيفاش الفيزيك تاع اللاعب وين يلعب بعد الهضرات الناس قال لك اللاعب جابو شوكا مي كي جابو مشي عمورا اللي روي العب هاكا برك باللي كاليتي تاعو تان كاين فيها بالماضي كاين عملتها بالماضي اللي راي يعطيها الوسمو او يعطيها دي كونسين اللي روي القاروح وباشي ماركي باركو عمورا ستنجوار انا بالنسبالي ستنجوار دكولوار ماوش عاندوش الوسمو تاعو تاع انا فانسانتر ماوش تلاعبو افان دو پونت في متر و سبتين ولا متر وثمانية وستين ماوش تلاعبو امبوسيبل فالافريكا اكتعرف ما لزاهل عمبك الستوالي الترافير يخيرون بالمتر ما كاش متر او سبا ماتر وتسعين ماوش تلاعبوش وهو اللعبوشه انا فانسان تدخلو اوو وانسان تكون اوة 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 الساعدات ماوش تتخدم منه بالماضي ستان تاري جون تاكتسيان كمينتروم مناردوم ستين مناردوم صحح فالد وجد الكلمة فالد ماطاوي طارق دياب تحدث عن بعض خيارات بالماضي ومنح له بعض النصائح جمال بالماضي سؤال خاص متى يدرك البعض أن تدخل في شؤون الناخب الوطني جمال بالماضي منافي لحقيقة أن هذا المدرب يعلم جيدا ما يملك من أسماء وكيف يوظفها وفق ما تتطلبه المباريات قبل أن أجيبك على هذا السؤال عماد بيودي فقط أن أتوقف عند مقارنة بسيطة بين ما يجري في الجزائر ومصر جمال علام رئيس الفيدرالية المصرية لكرة القدم هو وأعضاء مكتبه يفكرون في إقالة إيهاب جلال بل أقيل إيهاب جلال رسميا من تدريب المتاحب المصر بعد إجراء مباراة واحدة انهزم فيها مع إثيوبيا للذين تحدثوا عن ضعف طنزانيا وأوغندا المنتخب المصري الذي وصل إلى نهائي أمم إفريقيا التي خرجنا نحن فيها من الدور الأول ووصل إلى مباراة السد وخرج بعد ضربات الترجيح خسر مع إثيوبيا بثنائية نظيفة بعد ماذا؟ بعدما تسرعوا في إقالة كيروش نحن اليوم نتفوق على بعض البلدان بحكمة الحفاظ على هذا الناخب الوطني بدليل تلك السرعة الفرجوية التي عاد بها بالماضي إلى سكة الانتصارات اليوم المصريين يأخذون من الجزائر أحسن مثال في تسيير كرة القدم بدليل قالوا أنهم احتفظوا بجمال بالماضي ولم يقيلوه إذن الاحتفاظ بجمال بالماضي هي ميزة إيجابية تحسب لنا وليس علينا عودة إلى سؤالك يا عماد الكثير توقف عند تصريحات طرق دياب وكأن طرق دياب هو المحل الوحيد الذي يحتاجه ربما بالماضي ليعطيه بعض الإرشادات الكروية طرق دياب يا عماد لم يتكلم لا في فيزياء طاكتيكية ولا في كيمياء فنية ولا في رياضيات رياضية الذين توقفوا وأشادوا عند طرق دياب أنا أذهب أبعد من طرق دياب وأقول كل من أشاد بطرق دياب عليه أن يشيد بمدرب طرق دياب لهوش التالي والجملة المعروفة التي قالها هذا الناخب التونسي الذي كان يشرف على طرق دياب عندما تحدث وقال مقولته الشهيرة في حق أحد لاعبين الجزائريين ولا أستطيع أن أتفوه بتلك العبارة لأن متتبعي كرة القدم يعون ويحفظون ما قاله الأستاذ شتالي مدرب طرق دياب عندما نثمن هذا اللاعب علينا أيضا أن نثمن من كان يشرف على طرق دياب وهو شتالي صحيح فريد مطاوي مصطفى مزال لنقارن مستوى المنتخب الوطني مقارنة بمنتخبات إفريقية كبيرة المنتخب المصري خسر بثنائية أمام إثيوبيا وفريد مطاوي تحدث عن هذا الأمر خسارة عصفت مبكرا باسم المدرب إيهاب جلال من العارضة الفنية للفراعين أنا لا أريد أن أخذ في المقارنة خاصة لما يتعلق المقارنة بين المنتخب الجزائري ومنتخب المصري لكن أقول المنتخب المصري صحيح أنه حائز على عدة تلقاب قرية لاعب مميزين مدرب شحات ثلاث مرات كأس أمام إفريقيا يعني كل المنتخب لي عنده كل مواصفات منتخب قوي أقول هذا المنتخب هذا خاصير أمام منتخب إيتيوبي المنتخبات أقول المتواضعة لكن أنا في تفكيري ما كاش منتخب سهل في إفريقيا مرة أخرى المنتخبات المصرية والجزائرية دائما تدفع بالمنتخبات الأخرى أنه تعمل كل ما في وسعها لكي تفوز عليها لهذا وأقول مرة أخرى لما نعمل مقارنة أقول أن المقارنة بعيدة جدا خاصة وأنه المنتخب المصري كما كان يقول أخي فارد أنه كان نشط نهاي كأس أمم إفريقيا وبعدما خرجت الجزائر من الدور الأول كذلك وصل حتى لقاءي السد أمام السنغال حتى فوزه في مغبارات الدهاب أقول كذلك أنه المنتخب الجزائري لو نعمل مقارنة مع المنتخبات الأخرى التي تأهلت أقول أنه من بين أحسن المنتخبات لكن الجزائر لم تتأهل المنتخبات الأقل قوة اليوم متأهلة إلى كاس العالم لكن مرة أخرى نقول نوشيد بالعمل اللي لو يقوم به نخب الوطني جامل الماضي لأنه أرجع المنتخب إلى السكة بعد مر بفترة فراغ بين قوسين لكن مرة أخرى أقول بعد المنهج أو المنهجية اللي أعملها وبعد اتدعاءه لعدة لعبين آخرين وخلق جو آخر خلق جو في المجموعة متجانسة نقول أنه اليوم المنتخب الوطني صراحة أقول رح يزيد في البصر أو يزيد يعمل لك أن يكون أحسن فأحسن خاصة باللعبين لنقولهم بين قوسين لعبين أساسيين صحيح مصطفى مازى وقت الجزء الثاني من البرنامج انتهى فاصل قصير ولنا عودة لا تغير المحط تحية مجددة مشاهدين الكرام برنامجنا متواصل والحديث مع محللين في الستوديو شيق نطوي ملف موجهة المنتخب الوطني ونظره الإيراني ننتقل الحديث عن موضوع شائك نوع الماء لتحدي الجزيري لكرة القدم بدون رئيس بعد استقالة شرف الدين أعمارة البعض يتحدث عن ديريكتوار جديد سيقوم سيقود الفترة المقبلة لغاية تعيين رئيس جديد البعض الآخر يتحدث عن عودة روراوة فريد مطاوي البداية معك ما الذي يحدث بالضبط في مبنى دالي براهين والله يا عماد شوف كارلو أنشلوطي هي عنده مقولة مشهورة يقول كرة القدم هي أهم الأشياء الأقل أهمية في العالم في الجزائر يختلف الأمر يعني جملة وتفصيلها ليس في الجزائر فقط في الجزائر وفي هذه القارة اليوم أنا أظن بأن روراوة ليس على وشك العودة إلى مبنى مبنى دالي براهيم روراوة عاد إلى مبنى دالي براهيم ربما السلطات بعدما تمحصت وبعدما ترددت وبعدما حاولت خلص الأمر إلى حل واحد وأوحد لمجابهة ما يعانيه ما تعانيه الكرة الجزائرية في هذه القارة ورأت بأنه لا خيار إلا بإعادة الرجل الذي كان الذي أكسب الجزائر هيبة في تلك القارة في هذه القارة عفوا لذلك اليوم ربما رأوا بأن عليهم بإعادة مفتاح هذا القصر إلى ذلك الرجل سوف يعود روراوة هذا أكيد ومؤكد لكن أنا من هذا المنبر أقول إذا كان بوسع روراوة تلجيم فساد لقجع في الكاف فمرحبا بروراوة إذا لا إذا لا يكون بوسعه حمل هذا الثقل الكبير الذي أوجده الفراغ بعد رحيله لأنه بعد رحيل روراوة يتقى قرن كثيرا في الجانب الإداري في الكاف إذا كان بوسع روراوة أدرى بهذه الأمور إذا رأى بأنه يستطيع أن يعود وبسرعة عودت بالماضي إلى سكة الانتصارات إذا كان روراوة يتبتع بهذه السرعة في العودة فمرحبا بروراوة لأنني لا أرى غير روراوة في محاولة إعادة هذه الهيبة إذا لا يرى الرجل وهو أدرى بكواليس إفريقيا إذا لا يرى بأنه لا يستطيع أن يعود بهذه السرعة وبتلك القوة التي كانت فعليهم بالبحث عن رجل آخر أنا قلت في هذا المنبر بأن رئيس الفيدرالية هو منصب سياسي اليوم أكثر من أي وقت مضى هو لا علاقة له بالجانب الرياضي علينا بإيجاد ذلك الرجل الذي يتمتع بحنكة وخبث سياسي في القرى الإفريقية وروراوة وأظن بأنه يتمتع بكل هذه المواصفات الإيجابية لنا والسلبية لغيرنا لذلك اليوم لا خيار لدينا سوى العودة ربما للاستنجاد بهذا الرجل ولو بصورة مؤقتة حتى يعيد وضع الكرة الجزائرية في السكة ثم ينسحب ويعني يسلم المشعل لغيره اليوم يا عماد المشاكل التي يعانيها الاتحاد الجزائري من الكرة القدم لم تتوقف على يعني ذهابه من من الكولسة الإفريقية حتى محلي صار يعاني هذا الاتحاد التدريب أن عمال مركب سيدي موسى والاتحادية لم يتقاضوا أجورهم إلا في يعني منذ منذ أيام قليلة وبصورة متأخرة اليوم خزينة الفاف جفت اليوم الرجل ترك يعني بحبوحة مالية جفت في ظرف قصير ويحدثونك عن التسيير وعن مركز التكوين وما إلى ذلك علينا أن نعود إلى جدة الصواب ربما هذا الرجل استطاع أن يخرج الكرة الجزائرية في وقت مضى أتكلم من الناحية الإدارية والتنظيمية ولا داعي للتوقف عند الاحتراف ويحاولون إلساق يعني فشل الاحتراف بروراوة روراوة ليس بمقدوره أن يبني الملاعب وأن يبني مراكز التكوين لدى الفرق هذه ليست من مهام الفيدرالية لنكون صراحة ولنوضح الصورة للرأي العام الذين يتحدثون عن فشل الاحتراف لا علاقة لروراوة بفشل الاحتراف روراوة لم يختر رؤساء الأندية الذين الكثير منهم يعني يتمتع بمواصفات يعني اللعب على الخزينة العمومية وأخذ المال العام هذه ليست من مهام الاتحادية هذه من مهام السلطات لذلك إذا كان إعادة روراوة لتحسين صورة الجزائر وإعادتها وحماية المنتخب والأندية الجزائرية فمرحبا بروراوة وبغير روراوة صحيح فارد مطوي لكن السؤال الآن الذي سأوجهه لمصطفى مازا مازا هل سيعود روراوة بنفس الأسماء التي عمل معها في السابق هل يوجد أسماء قادرة على شغل مناصب في المكتب الفيدرالي مصطفى مازا تتابع آخر التطورات ما هو تحليلك بخصوص هذا الموضوع تكلمتني عن الأسماء اللي راح ربما يجيب معها أنا أقول لك الأسماء اللي كانت ما لازم تكون قاعة في الكرة القادمة نتحدث عن الأسماء التي عملت مع آي ما أقول آي ما أقول لأن الأسماء اللي راح تخرج هي لح التعاود تحاول كيف تكسر ما تكسره في 2017 في دهاب الحاجر وروراوة وكل الناس يعني كما قلوحنا بالعامية تحامت عليها باشي يروح وشوف اليوم كرة القادمة وين أصبحت شوف المنتخبات الوطنية والفرق المشاركة في المنفسات القرية وين أصبحت شوف يعني وحدك تقتنع أنه بدهاب هذا الإنسان الأقل لما يقوله وش دارنا ما كناش نتحكره ما كانوش الناس يجوه هنا أولا نقول لك لو كان كان الرئيس هذا دو شخصية قوية ودو كاريزمة ما كانوش أصلا قاسا ما يتعين وبوندو يتعين ما يتعينوش ما يديرونه ما شوه ما لاح يكونوه في التحكيم لهذا نقول أنه اليوم وللسلطات العليا قررت باش الحاج روراو يكون على رأس الفيدرالية أقول مرحبا بالحاج في بيته أولا لأنه هو لي راح في البيت جيدا أحصل منه ربما كان بعض الأشياء اللي احنا ما نقدرش أننا نعرفوها لكن أقول ومتأكد أنه أشياء كثيرة سوف تغير بوجود هذا الرجل لأنه يعني شاف من بعيد سمع يعرف ما وصلت إليه الكرة أولا المحلية ثم المنتخبات ثم المنتخب الأول يعني تشوف بدهاب هذا الرجل والناس اللي كانوا معاه أعتقد أنه الكرة الجزائرية أولا ثم المنتخبات تدهورت تدهور كبير لهذا أقول كما كان يقول أخويا فريد ولا الحاج يجي ويطيح بالناس هذو الفاسدين في الكاف وكذلك يوصل المنتخب الوطني أقول يوصل لأنه بعض الناس ربما يقول لك كيف شرح يدير نشروض نوع أنا ما رأيش هنا باش نتكلم على هذه الأشياء أقول أنه اليوم واجب حماية المنتخبات واجب حماية المنتخب الأول ووجب حماية الفرق المشاركة في المنافسات القرية تتحدث عن المهام التي أصبح واسمه محمد روراو ومطالب بها إثر عودته إلى مابنة الإبراهي أكيد أكيد ما تكلمني على الحاج كقيمة أعتقد أنه أولا الشخصية شخصية وكارثمة كبيرة والناس كلها خارج الوطن يعني تعترف بقوة هذا الإنسان يزيد ونزمنه كذلك الناس معه أكفاء ومتأكد أنه يعرف الكفاءات وكما نقوله نحن بالعامية يستعرف الكفاءات ومتأكد أنه بمجيء هذا الرجل على أصل الفيدرالية أشياء كثيرة سوف تغير صحيح مصطفى مزا فيصل رحم الكرة الجزائرية في تراجع مستمرة البعض يرى أن المشكل في الاتحادية هل ترى أن عودة روراوة مثلا ستعيد الكرة الجزائرية بشكل عام للواجهة نحن نقوله ما هي الكرة الجزائرية في التراجع الجزائرية الألجيريين اللي رحوا يلعبوا كوبدافريك يلزيتي كما يقول لك تحقروا باش نقول لك دعما نقوله حاجة لوجيك تحقروا برسكو من اللي رح روراوة شفنا نطر وجه آخر المعاملة تعل الإفريقيين مع الجزائريين وإفريقيا قاع ماشي ما نش نقوله على دعما دي كين بلايز وكين منطقة كين جيها كين واحد البلاد من اللي اخذت الحكم بتاع الكافرا اسم راديكال ما راناش زعما نشوفه حاجة في الوتش ديراكت في الوتش احنا ما نش حبينا هذا الفريق يزيد 35 مقابلة بدون انهيزام يحوسوا عليك يبعتوا لك ليزار بيت يخي يخي يسي ويبعتوك كيفاش انتا بطل إفريقيا وعندك انتا في الفيفا في الكاف يبعتوك كاميرون يبعتوك تلعب في مكان تكن تدين نمبر كاليكيب ما تلعبش هذك الملعب تاع جابوما هذك اه سي با نورمال بطل إفريقيا وفي وتش البرزيدن تاع اللي كان هذك اللي كان تاع الفيدرازيون ما عندو أنا بالنسبة لي سيت تابع جنتي اللي راح جاء يجي انشاء الله بالك رو روا يوم يقولوا رو روا وكان من المنتظر باش يجي يجي رو روا لانو باش تسلك الكورة الجزائرية فهذا الوقت هذك يلزم يجي هذك الشخصيه هذي يلزم تكون في الفيدرازيون هذك 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 فالافريك هذي تاع دي لإبراهيم يضطر كمي قولك دوتر سنتر ستيل لفر تاعو هو لفر ستيل لفر تاع رو روا لانو رحنا رحنا اي كارتي اصنبور سندرك سيبون لالجيري ما عنداش اي قيمة في إفريقيا ما عندك فارق عندك فارق وعندك مدرب من احسن مدرب في الإفريقيا وعندك فارق من احسن فارق في إفريقيا لكن الهيبة وكيفاش نقدروا احنا نجيري هذي سيدي شخص بوليتيك صحيح يلا تديروا ان سبورتي فالانسيان جوار ولا تديروا لا يستطيع انجح لك في هذه الماما يحتاج لذوي الخبرة يلزم لك نوم كما يقول لك بوليتيسيان صحيح فارد مطاوي انا طرحت سؤال مفخخ بعض الشيء اللي هي فيصل راحم سؤال سأوجه لك مرة اخرى بطريقة اخرى هل عودة رو راو ستعيد الكرة الجزائرية الى السكة انا لا اتحدث عن المنتخب هل بات رو راو الان اذا اراد العودة بات مطالب بضرورة اصلاح الكرة الجزائرية بشكل عام وحماية المنتخب الوطني بشكل خاص شوف يتحدث الكثير على ان ترشيحات لمنصب الفاف تتم وفق برامج يقدمها المترشح لا برنامج اليوم امام مترشح رئاسة الفاف سوى اعادة هيبة كرة القدم الجزائرية على المستوى الافريقي هذا هو البرنامج الوحيد والاوحد لا يجب ان نتحدث على البرامج اصلاح المنظومة الكروية المحلية لان قلتها مرارا وتكرارا منذ سنوات اصلاح المنظومة الكروية المحلية ليست من مهام الفاف لا لشيء سوى لان هناك خلط كبير بين السياسي والرياضي في بلدي انا لا اظن بان اي رئيس فيدرالية جزائرية سواء القادم او الذي سوف يأتي بعده بعد خمسين سنة يمكنه ان يصلح هذا الاعوجاج المتجذر في المنظومة الكروية الجزائرية اليوم البرنامج الوحيد والاوحد الذي يجب ان يقدمه رئيس الاتحادية ليس لاعضاء الجمعية العامة لانهم يعني بكل صراحة لا يستحقون سوى صفة ابن ويوي عليه ان يقدم هذا البرنامج للسلطات عندما يقول لهم بانني مستعد لاعادة هيبة كورة القادم الجزائرية على المستوى الافريقي عليهم بوضع يعني كل الاوراق في صالحه حتى يعيد لان رئيس الفيدرالية القادم لو لم يعني تكون السلطات في صفه وتسانده من الجانب السياسي لا يستطيع ايضا ان يعيد هذه الهيبة لكورة القادمة الجزائرية على المستوى الافريقي لان المنهاج اليوم في افريقيا هو سياسي اكثر منه رياضي ورأينا الكثير من الاعضاء الذين عادوا وتسيدوا وتغولوا في افريقيا استطاعوا ان يصلوا الى هذه المرتبة بدعم سياسي من سلطاتهم السياسية في بلدانهم لذلك انا اقول ربما الكثير يجهل كيف كانت الاتحادية قبل ما جاء روراوة عندما تكلم منذ قليل خويا رحم انا اقول لك شيء انا كنت يعني رجل ميدان في تلك السنوات اتذكر اتذكر عندما كان مولدي عيساوي على رأس الاتحادية ذهبت الى تلك الاتحادية في مبنى دالي إبراهيم وجدت خرابة لا علاقة لها بهيئة وبإدارة وبمركز الاتحادية جزائرية لكورة القدم كانت هناك خرابة زجاج مكسر يعني كراسي مكسر طاولات غير موجودة بواب غير موجود هذا على مستوى المظهر هذا على مستوى المظهر فما بالك في الداخل أنا أتذكر أيضا الفريق الوطني اليوم يلعب ببدلات من طراز علي في مركات عالمية كان لياس أتذكره يعني بهذه المناسبة لياس سيتاسبور هو الذي كان يقدم بدلات رياضية للمنتخب الوطني كان كل شيء لا يسير وفق يعني معطيات سواء علمية أو رو راوى استطاع في ظرف وجيز بمساعدة السلطات أن يعيد تنظيم هذه الهيئة وذلك يعني المقر المقر الاتحادية عندما استفاد من برنامج جول للفيفا واستطاع ترميمه واستطاع أيضا استحداث مركز سيد موسى الذي يضاهي أكبر مراكز التدريب في العالم الذين يريدون اليوم أن يقولون لك بأن رو راوى ويعددون مساوئه وأذكر أيضا الجمهور الرياضي بأننا نحن من أطحنا برو راوى عندما يعني التفى حوله الجميع وخصصنا بلاطوهات تلفزيونية للإطاحة بهذا الرجل التاريخ لا يجب أن ينسى ولا يجب أن نطوي الصفحة دون أن نستحضرها اليوم في نقاشاتنا رو راوى الجزائريون هم الذين أطاحوا به باستحداث بلاطوهات يومية تقوم يعني الإساءة للرجل حتى يعني سقط من الأعلى إلى الأسفل رو راوى يا عماد ذهب بالمنتخب الجزائري إلى المونديال مع من؟ مع أكبر منتخب إفريقي في العشرية أو العشرية الأخيرتين لهو المنتخب المصري لو تبارينا مع منتخب مصر مئة مرة لفازوا علينا تسعة وتسعين مرة ونفوز عليهم في البوليدا وفي أمدرمان هذا رو راوى ماذا حقك؟ رو راوى أيضا ذهب مرتين متتانيتين إلى المونديال وذهب إلى الدور الثاني لا يجب أن ننسى ونعطي للرجل حقه في وقت رو راوى تأهلنا إلى الأولمبياد بعد غياب سنوات طوال لم نذهب إلى المونديال مع رو راوى حققنا رابطة أبطال إفريقيا الوحيدة لحد الآن مع وفاق سطيف كل مع رو راوى أيضا يعني كانت هناك عدة أمور إيجابية قانون البهاماص الذي نتمتع اليوم بهذا المنتخب الذي فجنا عليه اليوم ما ضد إيران كان بفضل قانون البهاماص الذي استحدثه هذا الرجل القوي ليس في الجزائر لكن في الكاف أيضا صحيح فريد ماطاوي مصطفى مصدى بعض عفوا بعض المنتخبات الإفريقية تملك حصانة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الآن بات بعضها يسيطر على كواليس الكرة الإفريقية هل نحن في حاجة لروراوى للتصدي للهجمات التي تعرض لها المنتخب الوطني في الأوين الأخيرة هل تتذكر عماد والأخويا فريدي تتذكر أنه لما اسألتني على نفس السؤال قلت لي من ترى أنه يكون رئيس فيدرالية تتذكر هل نتبع تصريحك بخصوص تقدر تقدر لأ قلت لك أنه ما نشوف حتى واحد في الجمعية لأننا نعرفهم لكنه ربما أقول جاهد زفزاف لماذا تذكرت هذا الاسم لأنه كان قريب على الحاجة ورواوى وكان يعمل معاه بما أنه ورواوى كنا مزمس معنا بالعودة على الرئيس أذكرك شيء جاهد زفزاف الذي يتحدث على جاهد زفزاف جاهد زفزاف من ناحية القانونية لا يحق له الترشح لأنه استقال حدثت عن النقطة في 2017 طيب حتى لو يحاول البعض اليوم إخفاء تلك الاستقالة جاهد زفزاف ليعلم الرأي العام بأنه استقال ومن يستقل من المكتب الفيدرالي لا يحق له الترشح نكمل بركة في نفس سياقة وش كان يقول فريد أقول ربما قلت لك أنه ربما لو تكون مرافقة من الحاج رورا بما أنه كنا نقوله لكنا نظل أنه ما يقدرش يكون لأسباب ليعرفها غيره لكن أقول ربما رجوع إلى الهيئة الكروية لهذا الإنسان لأنه شخصية قوية يملك كاريزما يملك كذلك النفوذ ربما رح نعود تدريجين بمرافقة دبلوماسية الرياضية كذلك لمهمة في هذا الأمر هذا ربما سوف نعود إلى إفريقيا ونسيطر على إفريقيا لكن أقول برة أخرى اليوم محتاجين أكتر إلى ناس ليقدروا يرجعوا لهيبة الجزائر لأنه تشوف الجزائر دبلوماسيا أو سياسيا مستفى ماذر المقاطع هل لن نملك أسماء قادرة على شغل هذه المناصب التي تتحدث لا أنا لا أرى صراحة أنا لا نشوف لكن بالعامية يد وحده لا تصفق قروره وحده القادر على عمل كل شيء في هذه الاتحادية يا عماد هو يدرك ويعلم أنه لازم له أشخاص معه ليقدروا بمرافقة سياسية وديبلوماسية باش ندخلوا إلى إفريقيا باش ندخلوا كذلك إلى الكاف لأنه اليوم كين هيمن البلد اللي تعرفوا أنت ويعرفوا هؤلاء الناس ربما سيطروا على الكرة الإفريقية وحتى يقدروا يوصلوا إلى حتى العالمية لكن اليوم لازم كل شيء يتوقف كل شيء توقف في إطار لعبة كرة القدم أقول كذلك ومرة أخرى ربما في 2017 نتذكر جيدا البلاتوات كانت تجتمع باش باش يصبوا سمو بتاحهم على هات الشخص هذا ويكسروا كل ما هو جميل في الجزائر ولا في كرة القدم الجزائرية اليوم ما دفع عنا منذ 2017 ما دفع عنا ما دفع عنا عدنا لغة السفر أرجعنا حفرنا وهبطنا أقول عماد أقول مرة أخرى من المفروض كان باش الناس تدعم نفسها وزيد قوة روحها في أفريقيا الناس في ذلك الوقت عملت إرسالية باش تسحب كل الناس ولكل الجزائريين الموجود في الليجان يعني هذا الشيء هذا ربما أنا قعد في قلبي وما قدرش نتقبله لماذا؟ لأنه اليوم ما يضرب رو رو الجزائريين هم إلا مصالحها لأنه الناس ريتمشي في البروجي توحى بالفيدرالية ريتمشي أقول وأكرر أنه الناس ريتمشي في المشاريع تحب الفيدرالية وأعي ما أقول صحيح مصطفى ماذا فيصل راحم تبعت ما قاله معطاوي وماذا مرأيك في رو ورواك اسم للعودة إلى رئاسة الفاف وترتيب بيت الاتحادية نحن قلنا مقبل قلنا مقبل 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 لأنه مقبل صحيح كالنفخ مقبل الوهجم أعرف الفيدرالية وهو بالله وشفية الكولاسة هذه إنه أصبح إليم كالنفخ فالة هو élفع فيا فانية والذي أعرف عرف لاني صحيح الناس مقبل والذي يقبل على للافاف باشي عاود يرتب غير لأمور هادو ما لانو شوف اللي جاو موراه والناس اللي كان تحفر له باشي راح انا في ذاك المومان دميل ديس ساتة اذا انا كنت جيتي كنتر باشي راح لانو انا انا ما كنت نسي انه باشي راح بانا بالنسبة ليه ماوش هو ماش الغلطة فيه هو لانو قال لك المدرب و جاب مدربين ماشي اكيفاء مي معليش ساريف ساريف اكيب جيبا انو ترينير او معمرا لزيكيب اللي ما جابو جدي انترينير و الميني تلمينينا خرجنا في جروب وعر كود ايوار في عجال عجال عطيني 30 ثانية عيسى مندي شكون جابو محرش كون جابو براهيم شكون جابو مبورحي شكون جابو باش ما ننساهم شقع نتكرل القائمة يعني لما نقول كأس امم افريقيا 2019 لعبي اللي جابوهم الحجر و رواه كلهم شاركوا في اللقب نسكت ونقطع للسطر وسلام عليك زيد لك حجر مصطفى انا لما كنت اتحدث انا لما كنت اتحدث على بطولة كأس أمم افريقيا 2019 وقلت لا خير لغير بالماضي في حصول هذه الكأس البعض كان يقول لك والاتحادية قلت لهم لا علاقة الاتحادية بهذا الفوز عكس اتحادية راو روا لا شيء سوى لما قاله مصطفى الآن لان راو راو كان يستقدم اللاعبين مزدوجي الجنسية بصفة شخصية كرو راو راو، لكن الاتحادية التي اتحدث تحملها له الاتحادية لها بقياه ل Angelinaina. أتت بعده لم تستقدم ولا ناعب كل اللاعبين الذين أشرف عليهم بالماضي منذ ذلك التاريخ إلى يومنا من استقدامات روراوة والذين لم يستقدمهم روراوة استقدموهم بفضل قانون البهاماص الذي وضعه روراوة لذلك نفرق حينما نقول بأن هذا التتويج يسال فيها روراوة وهذا التتويج ما يسالش فيه الذي أتى بعد روراوة من هذه النقطة فقط لا أكثر ولا أقل صحيح فريد معطاوي هذه الخلاصة أباك الخلاصة عن القول نقول بلي روراوة نهار نحاوه ستيبا ما كانوش بهم لفضل ديمال الفريق الوطني لا بالعكس هما شافوا الخزينة على الفاف طمع كان في الخزينة ما كانش في الفريق فلافا صحيح فيصل راحم صحيح فيصل راحم عدد من الشخصيات الكروية أيضا بدت نيتها في تراشح لرئاسة الفاف على غيرات جهيد زفزاف عمار بهلول وليد صدي حاكم سرار وآخرون لكن محمد الروراوة يكون قد تلقى الدعم من بعض أعضاء الجمعية العامة وقد يكون هو الرئيس المقبل لتحدي الجزارية لكرة القدم طبعا الوقت انتهى وصلنا وإياكم لنهاية عدد اليوم من برنامج فوتويك مصطفى 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 متألق كالعادة ما يسببك عباد إن شاء الله بلون الأهضن اللون أخذتها فريد هذا فيصل راحم شكرا جزيلا على الحظ شكرا نشكرك أنتم مع الاستضافة وبرك الله بكم شمصطفى وفريد شكرا جزيلا فيصل الميسترو القدير فريد ماطاوي شكرا جزيلا على العفو أنا أقول فقط يا عماد لا تراهنوا على فشل الآخرين لتنجحوا بل عليكم أن تساهموا مع الآخرين للمساهمة في نجاح الجميع إن شاء الله رسالة جميلة من فريد ماطاوي شكرا لكم جزيلا تحية خاصة للمتابع الوفي لبرنامج فوتويك أحمد كورغلي وإلى جميع أفراد الآئلة وليد محمد حسام وعبد الرحيم تحية خاصة أيضا للأخ والصديق علالو مصطفى المد وعبد النور دوام الصحة والعافية شكر موصل أيضا لرجالي الخفاء ولكل من يدعم هذا البرنامج المتواضع أما أنتم مشاهدين ومتابعين في كل مكان نضرب لكم وعدنا الخميس المقبل إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه سلام